ذكرت اليوم صحف إيطالية صحيفتين إيطاليتين ذكرت خبر كنا نعرفه لكنه جيد بما أنه ذكر في الإعلام العالمي فمن الأحسن أن ناخذ ما قيل في الإعلام العالمي الصحيفتين وحدة تسمى أفاري أفار إيطالياني أفار إيطالياني وفهمت يكون أفار إيطالياني وفهمت لسiful الفيديو خلاصتوا أن Bernard Amy دي ركتر جنراء للاسكورتية استريار الدجيس كان لديه للسرعيسire الإعلام العليم المنزل وعليش راح هذا البرنار إيمي قال لك أن المخابرات الجزائرية طلبت منه المساعدة والحقيقة أن قبل ما يروح برنار هذا إيمي كان راح لدريون وزير الخارجية الفرنسية مرتين للجزائر في الزيارة الثانية كان لدينا علم من أنهم طلبوا منه التضييق قدر ما يستطيعون قدر ما يمكن للمخابرات الفرنسية الداخلية والخارجية والأجهزة الأمنية الفرنسية أن تضيق على الجزائرين الناشطين في فرنسا حتى أنهم احتجوا من أن كثير من الأشياء رأي تشهدها فرنسا وأنهم هما لا يتفهمون هذا وأن النظام الفرنسي المفروض نظام صديق للنظام الجزائري وكان في حديث من أن قايت صالح اللي كان ربما منحي لآخر يقول كلمات هكذا ويحبي بشوية شعبوية أنه مات وأنه من مفروض الآن أن صاد أصدقائنا الفرنسيين كما قالوا جاءت هذه الحديث لدار أصدقائنا الفرنسيين أحرص على استقرارنا واستقرار نظام الحكم في الجزائر إلى آخر إلى آخره كنا نعرف بهذه المعلومات لكنها بما أنها صدرت الآن وأصبحت علنية فهذا ينتحدث عليها وما وش يحبوا طبعا فرنسا لا تقدم أي شيء للجزائريين ولا الجزائريين يحتاجون منها لا أحرار الجزائريين يحتاجون منها شيء ولا يريدون منها شيء ولا يقبلون منها شيء كنا دائما نقولها وما زلنا نقولها إن أي معارضة ترتمي في أحضان الدول دولة أو دولتين أو أكثر أو أقل تفقد مصدقيتها وتفقد كرمتها وتصبح ليست بعيدة على نظام الحكم اللي رهي تحارب فيها وشخصيا كنت ندت بشدة لما شفت فترة معينة المعارضة السورية بدأت تتقاذفها الدول وانصحتهم بعض المعارضين اللي كنت التقيتهم سوريين في السر وكام مرات قلتهم حتى في العلن أنا وإخواني قالوا كلام هذا إياكم وأن تسقطوا في أيدي الدول الدول رأي عندها مصالح ورأي تبيعك رأي تبزنس بيك ورأي أي معارضة في أي دولة رأي تصبح لعبة في أيديها وهذا معروف عبر التاريخ يعني مش شيء جديد ولذلك الحمد لله المعارضين الأحرار الشرفاء شخصيا اللي نعرفهم كلهم أستطيع أن أؤكد أن ولا واحد لا يطلب ولا يقبل أي دعم من أي جهة خارجية فيما يخصني أنا شخصيا وحركة رشاد قلت هاو ولما كان الذباب بتاعهم ينشر أي أكاديم قلنا لهم نتحدىكم ائتوا بمثال واحد هاتوا برهان واحد ربع برهان في الحقيقة هناك مجموعة من الأسماء ربما على رأس مخونة أمير مزعجين العصابة بشدة وهناك آخرين أيضا محلة آخر يتنقلون هناك لمؤتمر أو لمحاضرة أو إما يسمح به القانون يعني لا نطلب منهم أي شيء فالعصابة منزعجة منزعجة وهاي حركة أصدقائها في النظام الفرنسي وفي الإستابليشمنت الفرنسي مبدئيا نحن نعرف أن النظام الفرنسي ظل يدعم هذه الجماعة خاصة منذ 98 نعرف هناك تصريحات واحدة منها ماركياني واحدة منها السفير الفرنسي اللي كان أيضا مدير المخابرات واشتغل سفير في الجزائر واشتغل مدير الأمن أو مدير المكتب أعتقد أحد الرؤساء الفرنسيين باجولي أصدر كتابه وقال مثلا في كتابه باجولي يقول أصدر الكتاب هذا قبل سنة أو سنة ونصف يقول أنه كان لدينا نوع من الانقسام في الرأي داخل المخابرات الفرنسية فيما يتعلق بالأحداث في الجزائر لكن في النهاية القرار الذي تغلب أو القرار الذي مضى هو أن ندعم الجنيرالات أن ندعم انقلاب 92 وبالفعل فعلنا ودعمناهم بكل شيء هو شخصيا يقول أنا كنت ضد دعم الانقلاب لأن تأثيراته ستكون سلبية والمهم يقدم مجموعة تبرغة لكن هو يعترف بأن ما مر في كتابه نستطيع أن ترجع لكتاب باجولي الصادق قبل سنة أو سنة ونص أن القرار نهائي انتع السلطة الرسمية الفرنسية في 92 اللي كان بالمناسبة على رأسها ميترون ميترون اللي في العالم انتقد الانقلاب لكن في السر كان شيء آخر ومضينا قال مضينا في دعم الانقلاب ثم جاءت الحكومة اليمينية بقيادة بلادير في 93 ومعها باسكوا شهر باسكوا وكان دعما غير مسبوق واعتقال الجزائريين وطرد لآخرين وتشريد آخرين إلى آخرين إذن نحن لا نستغرب من الدعم الفرنسي ولماذا؟ لأن فرنسا في المنظور الاستراتيجي لعل اتحدثت على هذا الموضوع مرة أكثر فرنسا دول كبرى عموما ودول البحر المتوسط دول أوروبيا في بحر المتوسط ودول كبرى عموما هؤلاء لديهم في الخلفية الاستراتيجية أن جزائر ضعيفة ومغرب ضعيف وتونس ضعيفة وليبيا ضعيفة ومصر ضعيفة بالمناسبة كل هذا الشمال الإفريقي هو مصلحة استراتيجية لنا يعني لهم هم كيف؟ لأن الجزائر الضعيفة بالنسبة إليهم هي جزائر اللي تحقق لهم شكرا يا صام اللي تحقق لهم أربع مصالح وموجودة في يعني هذه ليست سر مثلا لما تروح الآن لو يدخل أي واحد لموقع الاتحاد الأوروبي ما هي المصالح الأوروبية في إفريقيا يقول لك أربع واحد فتح الأسواق اثنين الطاقة تأمين الطاقة أن تصل إلى أوروبا ثلاثة محاربة الهجرة غير شرعية كما يسمونها أربعة محاربة ما يسمونها بالإرهاب علىنا يقولون هذا الكلام ويقول لك نحن يجب أن ندعم الأنظمة القائمة لكي نحافظ على هذه وهم يقولون أن النظام الجزائري حقق لنا هذه الأربعة أشياء فهو يحارب معنا الإرهاب كما يسمونه 90% منه إرهاب مفبرك ثانيا يحارب ما يسمى بالهجرة غير شرعية وثالثا فتحهم الأسواق رابعا أملهم الطاقة وبأثمان رخيصة إذن ما يقدروش خيرنا هذا لأن تفكيرهم وبعضهم حتى كان الناس اللي كانوا انتقدوا هذا الموقف قالوا لأن قيام نظام ديمقراطي قيام نظام شعبي ربما بعض الناس يتحفظ على كلمة ديمقراطية لكن هي الهدف أن قيام نظام وطني مخلص لوطنه شعبي يعني الشعبي اختار الحكومة اختار النظام الحال سيناقش قضية فتح الأسواق سيناخش قضية بيع الطاقة سيمتنع عما تسمونه الحرب على الإرهاب لأن في الغالب ليس حرب الإرهاب هو حرب على الشعوب ولن يكون حارس لأوروبا لمنع الأفارقة لأموالهم تنهب لكي يلتحقوا بها هم يعرفون هذا ويعرفون أبعد من ذلك يعرفون أن في التاريخ كان البحر المتوسط عندما كانت الضفة الجنوبية قوية كانت تحكمه الضفة الجنوبية وأنه بالنسبة إليهم استراتيجيا لا يمكن أن يحكم البحر المتوسط إلا بالضفة الشمالية أو بالضفة الجنوبية وأنه بحيرة صغيرة لا يمكن أن تكون فيه قوتان إذن ما قيل لبالادير لدريان قبل ما يقال لبيرنر إيمي تعالى دي جي أسو نعرفه ونعرف أنهم حاولوا إزعاج بعض الإخواننا هناك وحاولوا إقلاقهم إلى أقصى حدود وشفنا في فترة معينة حتى أنهم اعتقلوا أخونا أمير وبيتوه في الحبس والدولة التليفونات وكانوا يريدون تليفونات لأن النظام الجزائري كان يريد أن يعرف مصادر التي تصل لأمير لكي يلقي عليها القلب أخونا أمير كان ذكي وكان متوقع الواقعة فلم يترك في التليفونات اللي كانت معاه لم يكن يوجد هناك شيء وبعد ضجة قام بها الجزغين الأحرار وكذا وطلق صراحه وغيره هناك أشخاص يزعجونهم يقلقونهم يمنعونهم من حقوقهم يضغطون عليهم في قضية عمالهم تجارية تكلمتكم مرة على أخونا نازيم طالب وأخوان آخرين ربما ما استأذنتهم ليس رح نذكر أسماهم لكنهم يعانون ومعاناة مرة إن كل حر شريف يدافع عن الجزائر ويريد للجزائر أن تكون لها نهضة وأن تقوم لها قائمة يتعرض بشكل أو بآخر للضغط في بعض البلدان بما فيهم فرنسا ترجمة نانسي قنقر